بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة التعليم الصناعي أهلا ومرحبا بكم طلبة الصف الثاني لأعمال الخرصانة المسلحة أو الفرم الخرصانية سابقا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الأعتاب وعرفنا إيه هي العدد المستخدمة في نجارة الأعتاب وعرفنا إيه هي الخمات المستخدمة في الأعتاب بتاعتنا وعرفنا إيه هي الأخشاب المستخدمة ومسميات الأخشاب المستخدمة في الأعتاب بتاعتنا من عروق في الليري ومن خشب مسكي ومن خشب لتزانة وعرفنا كمان قطاعات الأخشاب في الحلقة اللي فاتت اللي مستخدمة فين في الأعتاب بتاعتنا طيب إحنا النهاردة أو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض واشتغلنا وعرفنا مع بعض تكعيب إزاي أكعب تمرين زي كده أو إزاي أكعب مهمة زي كده من الخرصان وإزاي كمان أشون الخشب بتاعها وإزاي أشون يعني أدوات الصب بتاعتها أو خامات الصب بتاعتها طيب كمان اشتغلنا عرفنا إزاي نعمل الشدة الخشبية كرسم وعرفنا المساقة الأرفقي والرأسي كمعماري وكمان عرفنا إزاي واشتغلنا مع بعض التقفيصة للايه للتمرين بتاعنا أو للمهمة بتاعتنا طيب تعالى تاني نرجع مع بعض نشوف التقفيصة دي إحنا اشتغلناها مع بعض إزاي المكتة اللي إحنا اشتغلناها المرة اللي فاتت أهو مع بعض عملنا في المكتة بتاعنا نجيب كده على الشغل ونبص مع بعض كده على الشغل الشغل مهم جداً إن أنا يعني أقدي شغلي مظبوط وبص على شغلي مظبوط عملنا أول حاجة الجسور السفلية والبيانضات السفلية يعني الطابق السفلي من الجسور والبيانضات زي ما حاضرتك شايف كده بالزبط أهو هذه البيانضة بتاعتي أهيه وهذه عليها الجسور بتاعتي وعرفنا بدأنا من أول أن دي مسافة محكومة ببدأ من الأول بحط الجسر الأولاني مع ترك مسافة للايه للآين بتاعي والجسر الايه الأخير بأبدأ أثبته برضو في البيانضة بحط بيعني أمضة اسمها أمطة غرز وأثبتها وبحيث أن هي إيه أن هي تكون تعمل على متانة الإيه متانة الجسر مع البيانضة طيب يا أستاذ بعد كده ثبت مين الأوايم بتاعتي هذه الأوايم بتاعتي بحيث أن هي تكون كل صف طولي وكل صف عرضي في مستوى واحد أو في مستوى نظر إيه نظر واحد الأوايم بتاعتي تكون مزبوطة جدا بالنسبة للطول وبالنسبة للإيه للعرض كصف إيه كصف واحد طيب يا هندسة بعد ما ثبت الأوايم بتاعتي عملت إيه تاني عملت الطابق العلوي عملت الطابق العلوي في منسوب يسمح بمرور الإيه من الطابق العلوي من جسور وبيانضات أهو زي اللي تحت بالزبط بس بثبته على طول على مين على الأوايم في مسافة أو على ارتفاع على العروق على الأوايم بتاعتي مسافة تسمح لمرور مين لمرور العمال من تحتيه طيب ما سمحتش أن أنا أعدي من تحت عشان ده عتب والعتب بيكون ارتفاعه أكتر حاجة 2 متر 2 متر وعشرين 2 متر وثلاثين أكتر حاجة وفي بقى المداخل بتاعتنا بتكون حوالي 2 متر ونص و3 متر وكلام من دوت ما فيش مشكلة ولكن الأفضل أنه هو المسافة من الطابق العلوي بالطابق السفلي بتكون حوالي من يعني 1.80 متر ل2 متر بحيث تسمح لمرور العمال طيب الأفضل برضو أن أنت وانت شغال بتسبت ليه؟ بتسبت على الآيم الأولاني والآيم الأخير أنت كراجعة تشتغل لوحدك في مهمة لوحدك بتسبت على الآيم الأولاني والآيم الأخير بتسبت حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها ضفضاعة الضفضاعة دي ليه؟ عشان أسبت عليها مين؟ على الضفضاعة دي بتكون على منسوب الطابق العلوي بالزبط وبتكون سايبة مسافة مين؟ مسافة الطابق العلوي بأنه بيكون يتسبت فوقيها أو البياندا بتاعتي بتسبت عليها إيه؟ على طول طيب أهندسة بعد ما سبت الضفضاعة دي من الأول والضفضاعة من الآخر بسبتها ليه؟ عشان ما تتعبنيش لأن أنا أكون شغال لوحدك أكيد في المهمة والجدرات بتنص على كده أن أنا أبدأ أشتغل لوحدك مفيش أي مشكلة خالص طيب أهندسة أنا دلوقتي بعد ما سبت البياندا في الأول وبياندا في الآخر فيه طريقة تاني؟ أه بأبدأ بعد كده أثبت مين؟ أثبت الايه؟ لو ما سبتش البياندا أثبت لها لوح حمال لوح ياخد المسافة من العرق ده الآيم الأولاني الآيمين الأولانيين دول أثبت عليهم مسافة بحيث أحكم المسافة بين الآيم والآيم واسبت كمان لوح حمال كده لوح لتزانة بالمسمار أثبته فين؟ أثبته في المسافة بدل الايه؟ بدل الضفضاعة بتاعت ده من اللتزانة وده من اللتزانة اللوح ده بيعمل عمل عمل قدف ضع طب انا بقولي الكلام ده ليه ومش موجود عندنا ممكن المدرب بتاعي ما يكونش يقل عليه طيب دي بقولها عشان تسهل عليك لوحدك تقدر تعمل التقفيصة بتاعتك تقدر تعمل لوحدك التقفيصة بتاعتك بطريقة سهلة ومبسطة وجميلة جدا طيب وانا بثبت الجسر باعمل حساب ان المسافة بين الايم والايم تكون من فوق زي المسافة من الايم للايم تحت يعني المسافة من الايم ده للايم ده تكون من فوق زي المسافة من تحت لو انا ضبطت استقامة الاوايم بتاعتي هاقدر او هتكون تديني المسافات مزبوطة جدا جدا عندي وهتكون مفاش اي ايه اي مشكلة بعد كده عملت ايه نهزت التمرين بتاعي بالانهزة بتاعتي ايه نهزناه ايه كده النيز بيعمل على قوة ايه قوة ومتانة الايه الشدة الخشبية بيعمل على قوة ومتانة الشدة الخشبية نهزناه نهيز طولي انهيزة طولية او انهيزة عرضية ولف بيه النيز يلف وراء بعضيه زي ما حضرتك شايف كده بالميل اللي حضرتك شايفه ده وبيبدأ يتحرك لغاية ما يوصل ايه اخلص كل انهيزة الايه انهيزة التمرين بتاعي واجه هز التمرين ما لاقهوش بيتحرك ولا صنط واحد او ما بيتهزش معايا لان الانهزة بتاعتي دقرة في الارض ومسكة التمرين بتاعي من فوق او مسكة المهمة بتاعتي او الشدة بتاعتي منين من فوق جميل جدا كده التمرين ظهر عندك وبقى جميل جدا اهو طيب ايه اللي هيحصل بعد كده هندسة اللي بيحصل بعد كده انا باخد المنسوب بتاعي وابدأ اعلم عليه باخد المنسوب بتاعي اللي انا هشتغل عليه وابدأ اعلم ايه هو المنسوب بتاعي المنسوب اللي هو بيكون اقصى ارتفاع لقاع مين لقاع العتب اقصى ارتفاع لقاع ايه لقاع العتب بتاعي كويس لما اخد المنسوب بتاعي اللي هو اقصى ارتفاع لقاع العتب باخده منين بيقول لي الباب ده هيبقى ارتفاعه مثلا اتنين متر او اتنين متر وعشرين وببدأ ان انا باعلم على الارتفاع الاصلي بتاعي للايه للعتب بتاعي اللي هو او الباب بتاعي اقصى ارتفاع يعني ايه الكلام ده يعني الارتفاع ده هيكون هو ارتفاع العرق بتاعي ايوه بالزبط كده يعني المسافة اللي انا خدتها من الارض دي اللي هي ارتفاع الايه العرق بتاعي بسبتها او بصمر مسمار او اعلم علام على مين على الايم الاولاني والايم الايه والايم الاخير اللي هيتسبت عليه العرق اللي هيتسبت عليه مين العرق بتاعي طيب هندسة أنا ثبت الآيم بتاعي خدت المسافة بتاعتي وخدت المنسوب بتاعي مظبوط لسه عندي مين؟ أيوة لسه عندي إن أنا أثبت لإيه؟ أرفع العرقات بتاعتي عشان أبدأ أثبتها كويس رفعت أنا العرق وبقولك العرق ده من خشب إيه؟ من خشب اللتزانة؟ لا من خشب المسكي ده من خشب إيه؟ من خشب المسكي بتاعي برافو عليك الناس لازم تصحى وتبقى عارفة إحنا بنستغل بنشتغل إزاي وبنسبت شغلنا إزاي؟ يبقى أنا خدت المنسوب بنزل منه كامي هندسة بأنزل منه قيمة ارتفاع مين؟ قيمة التطريحة ولوح الإيه؟ ولوح القاع برافو عليك بابدأ أخذ مسافة التطريحة ولوح القاع من الشغل بتاعي هذه مسافة التطريحة وأدي لوح القاع على الشغل بتاعي أهو ويبدأ إيه؟ أثبت كويس أعلم العلام بتاعي مظبوط ده اللي أنا مسكه ده قيمة مين؟ قيمة التطريحة وقيمة لوح القاع بتاعي قيمة التطريحة وقيمة لوح القاع طبعا أنت بتعلمهم وبتبقى عارفهم قيمة التطريحة كام؟ وقيمة لوح القاع كام؟ قيمة التطريحة ولوح القاع بتكون 7.5 سنة 7.5 سنة دي يا أستاذة 7.5 سنة دي اللي هي التطريحة بتكون 5 سنة ولوح القاع بيكون كام؟ أيوة 2.5 سنة لأنه من خشب الايه؟ من خشب اللي تزانة برافو عليك يبقى عندي خدنا المسافة بتاعتي لها سبت عليها مين؟ العرق بتاعي أهو كويس هادي العرق الأولاني خدنا مسافته طبعا مزبوطة والعرق التاني واخدين مسافته مزبوطة العرق من خشب اللي تزانة اللي هو كام؟ خمسة في كام؟ خمسة سنة أيوة خمسة سنة في عشرة اللي هو الايه؟ الارتفاع بتاعه خمسة او سمكه خمسة سنة ببدأ أثبته بالأيه؟ بالأمط في بدا أثبته بالأمط طبعا فين؟ في الأواين بتاعتي جميل جدا كل واحد متر على حسب ما يكون الايم بتاعي متسبت وأدي له بقى الايه؟ الضفضعة بتاعته من تحت بحيس ان هو ما يهبطش معايا بحيس ان هو ايه الايم او الجسر العرق بتاعي ما يهبطش معايا طبعا انا باوزن العرق وانا بسبته بالأمطة او بسبته بالايه؟ وكمان بعيد المقاس بتاعي تاني وانا بسبت الايه؟ العرق بسبته وابدأ اوزنه سبتته بالأمطة بتاعتي اهو يمكن الميزان اهيوة ظاهر عندك اهو مظبوط جدا اهو كويس بص الميزان عندي مظبوط جدا ماشي سبتت العرق وسبتته كمان الايه؟ الضفضعة بتاعتي ماشي يا شباب هنا دي العرق بتاعي ابدأ اوزنه في طريق تاني يا اما اوزن العرق كده انا سبتت العرق ده من هنا ابدأ اوزن الاولاني التاني سبتت العرق ده خالص اهو تمام التمام معايا ابدأ اوزن الاولاني من الاول كده العرق من الاول واسبت من هنا وابدأ اسبت ايه من هنا وما سبت العرق باعمل عليه مين؟ باعمل عليه الايه؟ باعمل عليه حاجة اسمها ظفضعة من تحت بحيث تحكم لي المسافة بتاعتي وما تخليش العرق ايه يهبط معاي والعندي كويس ابدأ بقى بعد ما ثبت العرق بتاعي اهو اراجع عليه تاني لازم اراجع العرق تاني اوزنه واراجع عليه ايه واراجع عليه تاني اهو كويس الاقي في اي خلل ابدأ ازبطه الاقي في اي خلل ابدأ اعمل في ايه ابدأ ازبطه ما فيش اي مشكلة خالص ليه لو انا في اي خلل في العرق يبقى التطريح عندي هتبقى مش مزبوطة وكمان الارتفاع بتاعي هيبقى مش مزبوط وكمان المهمة بتاعتي كلها هتبقى فيها ميل من النحية دي او من النحية دي طيب انا بعد ما ثبت العرق بتاعي اهو ظهر عندك العرقة هو ماشي ده العرقات بتاعتي ابدأ اوزع عليها حاجة اسمها التطريح فيها حاجة دي خليك واحدة واحدة كده جمع تطريحك عادي ويقول لي التطريح دي من خشب ايه من خشب ايه خشب المسكي برافو عليك ايه دي التطريحة الاولانية وايه دي التطريحة كل كام سنتي بحط تطريحة باش مهندس اه كل خمسين سنتي برافو عليك كل خمسين سنتي هحط ايه هحط تطريحة عندي وحاول ازود التطريح لان التطريح دي هي اللي بتشيل اهم حاجة عندي وهي اللي بتشيل عندي الايه يعني اكتر كمية من الايه من الاحمال بتاعتي طيب نرجع تاني نقول التطريحة دي بتكون كل خمسين سنتي يعني ايه ها يعني مسافتها بتكون ماشية مع مين ايوه ماشية مع العوارض بتاعتي رصينا التطريح وسبتناها اه هدور عليك في كل اتجاه عملنا العرق اهو سرصينا عليه التطريح بتاعتي اه مزبوطة كل خمسين سنتي مسافة محورية بعمل تطريحة وسبتها بالمسمار فين في العرق بتاعي لان التطريحة خشب موسكي خمسة سنتي ارتفاحة ومش هينفع المسمار يثبت فيه المسمار خمسة سنتي او ستة سنتي فمش هينفع يتثبت ليه التطريح تتثبت فين تتثبت فيه المسمار يتثبت يعني او التطريح تتثبت بلايه بالمسمار المسمار اخره خمسة سنتي هيجيب معايا مش هيجيب معايا لو ستة سنتي هيكل معايا سنتي بس في العرق مش هينفع ففي الحالة دي انا دلوقتي ثبت التطريحة بتاعتي على مسافة محورية خمسين سنتي على العرقات ابدأ ان انا دلوقتي اعمل يا هندسة ابدأ ازبط اشوف المسافة بتاعت العتب بتاعي كام ابدأ اشوف مسافة العتب المنصوب بتاعها فين والحيطة موجودة فين وابدأ اجيب لوح الايه لوح القاع ايوة لوح الايه الواح القاع وسبتها في مكانها المزبوط في مكانها المزبوط بتاعي ايه شبش مهندس اهي تمام بابدأ انصف المسافة وانصف المسافة بتاعتي اللي هي موجودة عندي سواء الحيطة او سواء الايه ها او سواء العمود بتاعي وابدأ احط الايه احط الايه الواح بتاع القاع بتاعتي في المسافة المطلوبة زي ما حدتك شايف كده وبنسبتها مع بعض اهو بتتسبت بايه دي ولوح القاع ده بيكون من خشب ايه ايوة عايز الناس تصحى كده قولي لوح القاع ده من خشب ايه ايوة من خشب لتزانة برافو عليك قطاعاته كام في كام يا هندسة قطاع خشب لوح القاع قطاعه واحد بوصة واحد بوصة في كام في اربعة واحد بوصة في خمسة انا هعمل لوح القاع ده هو عايزه خمسة وعشرين يبقى لوح القاع ده هيبقى واحد بوصة في كام في خمسة ليه لانه هيبقى اتناشر ونص واثناشر ونص هيدوني كام يا هندسة الموضوع مش صعب خالص الموضوع بسيط جدا جدا بس الناس تخلي بالها اهم حاجة من شغلنا كويس خلي الحطة بتاعتي ابدأ ابص عليهم برضو حيث لو فيه اي خلل في اي حطة او كده ابدأ احركها ابدأ ازبطها عندي مفيش اي مشكل مع مراعاة ان الروح القاع ده اللي هو من خشب الاتزانة يكون فين يكون في المكان اللي هو هيعد عليه مين هيعد عليه يعني الجنب بتاعي او العتب بتاعي هيتسبت فيه مكان العتب بالزبط هيبقى من الناحية دي عمود ومن الناحية دي عمود او من الناحية دي حيطة ومن الناحية دي ايه ومن الناحية دي حيطة فيها مشكلة دي كده يبقى الموضوع بقى تمام معايا والدنيا بقت كويسة وعرفت اثبت اثبت عندي اللوح القاع بتاعي من خشب من خشب اللي تزان انا ماشي معاك واحدة واحدة بحيث المهمة دي تقدر تأديها لوحدة انا هم موضوعي كله ان ازاي تأدي المهمة دي او اللي جاية بعد كده لوحدك انت محدش يعمل معاك حاجة خالص ولا حد حتى يمسك معاك قايم ولا يعمل معاك اه يعني جنب ولا اي حاجة خالص واحدة واحدة مع بعض واحنا كده وصلنا لغاية لوح القاع وسبتنا من خشب الايه من خشب اللي تزانة هجبهولك تاني على الشغل وهزرهولك اهو لوح القاع بص بص هندسة ادي لوح القاع اهو وما تسبت معايا فقالي العوارض التطريح بتاعتي ماشي كل خمسين سنتي اه ودي لوح القاع في المسافة او المكان اللي بعد ما نصفت وزبطت المسافة بتاعتي حطيت لوح الايه لوح القاع وانا اعمل لك من لون الاحمر عشان يظهر معاك كويس جدا طيب هندسة انا عايز دلوقتي اسبت ايه بعد لوح القاع بعد ما سبتنا لوح القاع فاضل عندنا ايه الجنب برافو عليك الجنب ده مهمة حلوة خالص ومهمة سهلة جدا 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 هو قال لي ارتفاع العتب كام لان الجنب بياخد ارتفاع مين ارتفاع العتب هات بقى يا باشا تعالى يا باش مهندس هات للالواح المطلوبة عندك للايه للجنب بتاعك الجنب كام يا باش مهندس ارتفاعه مثلا اهو قالك اربعين فهتجيب اربعة الواح الاربعة الواح دول اهم انا جيبهم لك بس نسبتهم في بعض وهقول لك نسبتهم ازاي تاني هقول لك عشان ده نموذج نسبتهم ازاي تاني دول اربع الواح هم لوح اتنين تلاتة اربعة اربعة الواح لوح تلات الواح عشرات ولوح اتناشر سنت ونص لوح اتناشر ايه اتناشر سنت ونص تعال عشان نسبتهم بقى بالايه حط اللوح بتاعتي فين هحطها على الارض لأ انت حطها على التمرين بتاعك او على المهمة بتاعتك بحيث ايه بقى دي مهمة جدا اسبتها على اسبت العرض بتاعتي على التطريحة مش قالك التطريحة كل 50 سنتي والعرضة كمان كل 50 سنتي العرضة اللي يهمني هتسبت اللوح بتاعي اللي هو لوح الجنب يبقى اسبت اللوح مكانه في المسافة المطلوبة بتاعتي وقوم حاطة اللواح جنب بعضها او فوق بعضها على التطريح وابدأ اسبت عليها الايه العوار تعال كده واحدة واحدة كده مع بعض نشوف العرض اللي هتمشي معايا فين اهي العرض بتاعتي هتبقى من خشب اللي تزونه اهو كويس اهي هبدأ اعلم عشان هشيل الايه هعلم على مين بقى ها علم على مين على التطريح مكان التطريحة دي هنا يبقى اعلم عليه عشان لما تيجي العرضة اخطها الاقيها فين الاقيها مكانها الاقي العرضة مكان الايه مكان التطريحة او عند منسوب الايه منسوب التطريحة بالزبط معايا اهي علمتنا العلامات على الجنب بتاعي ابدأ بقى اخد الجنب واخد العوارض بتاعتك وابدأ سبتهم واحدة واحدة كده فيش اي مشكلة خالص على مين على العلامات هي انا هبينها لك وانا شغال بسبتها على الشاشة ماشي موضوع سهل جدا بس عايز بس مننا شوية تركيز مش اكتر ماشي كمام كده سبتنا العرضة الاولانية نبدأ ناخد المسافة التانية المسافة التانية ايه ونسبت العرضة اللي بعديها طبعا قلنا العرضة دي من خشب ايه هندسة من خشب لتزانة بتكون فضلات من خشب لتزانة او قطع من خشب لتزانة اسمها ايه اسمها طفش طفش ايه صالح طفش ايه صالح طبعا انا لو ما عنديش طفش وعندي عدة وفيها ربع او حتة لتزانة صغيرة كده تنفع او تنفع جدا تنفع جدا اوي كمان وتبقى جميلة جدا وتشتغل معايا كويس جدا زي ما احنا ايه شغالين كده اهو كويس يبقى انا عملت الايه الجنب ده اهو وسبته بخشب الايه بالعوارض بتاعتي من خشب لتزانة حلو كده طيب بعد ما سبته من خشب لتزانة مطلوب بقى اسبت ايه تاني او مطلوب فيه او عليه ايه تاني اه مطلوب له ان انا اسبت على الجنب ده حاجة اسمها لوح مراية اللي انا هعمل عليه ايه اللي انا هقويه عليه من فوق وكمان هسبت له لوح زن تاني بحيس اهو ادي الجنب بتاعي هرفعته على التمرين بتاعي اهو ماشي اهو ادوره لك عشان تشوفه من الجنب ده اهو معايا ده الجنب بتاعي تسبت بقوم من ايومه تاني ومشغله تاني عشان اسبت له مين اسبت له لوح التدكيم بتاعي اللي انا هادكم عليه ولا انا هشتغل عليه كويس ممكن يكون اللوح ده بسيب مسافة اتنين سنتي ونص اللي هي مسافة الدكمة فقط وابدأ اسبت لايه لوح التدكيم عادي فيش اي مشاكل تماما دسا ادي لوح التدكيم بتاعي تسبت اهو اهو ماشي ظهر عندك اهو كويس هاجي بعد كده حط الدكمة من فوق بس بعد لما سبت عليها الايه لما سبت الجنب بتاعي ده الجنب بتاعي كده سبت لسه ما تقواش لسه ما قوتش الجنب بتاعي من تحت ولا من فوق ايه المطلوب مني ان انا ابدأ بقى اقوي الجنب بتاعي طيب هنقوي الجنب بتاعنا بس بعد ما نسبت مين ما نسبت الجنب الخارجي التاني بتاعنا برضو بنسبته من الايه من العوارض ايه برضو العوارض على التطريح بتاعتنا او على مسافة التطريح بتاعتنا فيش اي مشكلة خالص حاجة طبعا يعني اما تمشي واحدة واحدة في الشغل بتاعك هتحس ان انت عملت حاجة وتحس طبعا بمتعة الشغل برضو بندي له لوح الايه لوح الحمال او لوح اسمه لوح المراية بيكون من خشب لتزانة واو بيسميه برضو لوح ايه لوح تدكيم عشان اقوي عليه الجنب من اعلى اقوي الجنب من اعلى ماشي على لوح الايه للوح التدكيم طب واحد يقول لي هندسة لوح التدكيم ده من خشب ايه اي segue ومن خشب الا تزانة من خشب الايه الا تزانة كويس طيب بعد ما حطيت لوح التدكيم ولوح التشكيل بعمل مين بعمل العرق او لوح الايه الزن بتاعي هسبته عشان ده طبعا نموذج فالمفروض انه هو يكون بسبته بازنق بيه مين لوح الزنق من خشب ايه من خشب اللي تزان كويس لوح الزنق من خشب اللي تزان طيب بحط لوح الزنق اليه هندسة بازنق بيه جنب الايه جنب الايه جنب العتب بتاعي بازنق بيه اهو لوح الزنق اهو ادي حطيتك الجنب بص يا هندسة ماشي معايا لوح الزنق سبتنا من تحت وزنقنا بيه مين زنقنا بيه الجنب بتاعي من اين من اسفل زنقنا بيه الجنب بتاعنا من اسفل ففي الحالة دي الجنب بتاعي لو تزنق من اسفل يبقى تقوى كده خلاص وسبته بالمسمار فين في التطريح لان لوح الزنق ده بيكون من خشب ايه من خشب اللتزانة فينفع اسفلته بالمسمار فين في التطريحة بتاعتي عادي خالص مفيش اي مشكلة ارفع بقى الجنب التاني اهو وقبل ما اعمل اي حاجة رفعت الجنبين رفعت الايه الجنبين بتاعي ابدأ ان انا اقوى الجنبين من تحت زي ما قلنا بالايه بالخشب اللتزانة اللي هو لوح زنق من هنا ولوح زنق من هنا للايه للجنب اللي ناحية دي يبقى انا قوتي الجنب بتاعي من تحت من هنا بلوح الزنق من خشب اللتزانة بسمرته بالمسمار في التطريحة بتاعتي من هنا ومن هنا طيب يا استاذ كده الجنب بتقوى منين تقوى من تحت طب انا عايز الجنب بتاعي ده اعمل له حاجة تاني مهمة جدا واسبتها بحيث ان انا احكم المسافة دي ما تتغيرش المسافة دي اللي انا خدتها كام المسافة دي بتبقى اللي هو قال ليها 25 اللي هي العرض باعمل لها حاجة اسمها ابقاب اسمها ايه ابقاب زي ما حضرتك شايف كده بسبت ابقاب في الاول وابقاب فين في الاخر بعض الناس بيجي اوي الشغل بتاعه بيعمل ابقاب في الاول وابقاب في الاخر وبعض الناس يقوم عاملك ايه في كل متر ابقاب ليه كل متر ابقاب بيقوى التمرين عليه بيقوى شغله عليه بيكون ماسك من اللوح ايه اللوح المريدة او اللوح الميري اللي هو بيقوله عليه بره اللوح ميري او اللوح التدكيم بيثبته عليه بحيث يحكم برضه اول حاجة سبت مسمار من هنا وما يسيب المسمار ده سايب كده ويثبت في الايه في الابقاء بده مسمار واحد من ناحية واحدة يبدأ ياخد المسافة بتاعته من هنا بالمتر ويعرف المسافة دي قد ايه عرف المسافة دي قد ايه 25 زبط ودوس بقى وبعد ما تثبت المسمار التاني اعمل ايه اس من جديد لها مظبوطة يبقى خلاص مش مظبوطة بتفكر المسمار التاني وتبدأ تشتغل يعني بسمر المسمار نص واحدة واحدة بحيث لو فيه خلل وانا بدوء اذبطه طيب نفس القصة في الابقاء بتاني اسبطته من ناحية واحدة يبقى ايه نفس الكلام اقيس من الاخر وابدأ ان انا ايه اسبط يبقى است من الاول واست من الاخر طب من النص يا استاذ طبيعي لما يسمي الاول واسبط ويسمي الاول واسبط طبيعي اللي في النص بيحصل له ايه بيحصل له ان هو بيثبت ما فيش اي ايه اي مشكلة خالص طيب هندس عملنا الابقاب وعملنا لوحل الزن وعملنا الجنب كده تقوى من تحت واتحكمت المسافة بتاعت الايه العتب بتاعي من فوق طيب ايه اللي ناقص عندي اللي ناقص عندي حاجة واحدة بس ايه هي عندي حاجة اسمها ان انا ابدأ اقوي الجنب بتاعي من فوق المفروض ان انا بجيب دلوقتي عرق مسكي وسبتو على منسوب مين على منسوب العرق الايه اللي انا خدته اللي هو اسمه لوح الايه لوح المراية بتاعي بسبتو على ايه على الاوايم طيب بسبتو بمنسوب ما فيش مشكلة المهم ان انت تلمحه تخليه مظبوط جدا مظبوط جدا مع العرق التاني عشان ان احنا وانحنا شغالين بنسبت مين بنسبت الايه الدكم بتاعتنا تكون مظبوطة واللوح العرق ده اللوح العرق ده بيكون من خشب الايه لوح مسكي من خشب المسكي بيكون قطاعه خمسة سنتي بسبتو طبعا على العرقات على العروق اهو بيكون قطاعه كام خمسة سنتي في عشر خمسة سنتي في كام في عشر تمام كده هنبسى ادي العرق بتاعي التاني طيب الخطوة اللي بعد كده العرق ده بسبت عليه ايه بسبت عليه برافو عليك الايه الدكم بتاعتي اللي هتقوي عندي الجنب فيش اي مشاكل خالص تمام طيب بعد ما ثبتنا العرق التاني هنبدأ بقى نجيب الدكم بتاعتنا والشكلات بتاعتنا ونبدأ نحط الدكم ورا الايه ورا العرضة هذه الدكم هندسة هي كويس ورا العرضة يبقى بكده عملنا التقفيصة بتاعتنا عملنا الجوانب بتاعتنا قوينا التقفيصة بتاعتنا قوينا الجوانب بتاعتنا بتاعت الميدة اديناها المسافة المطلوبة بتاعتنا كويس جدا اهي كويس الناس كلها شايفة تمام ادي العوارض بتاعتنا وراها على طول الدكمة وراها على طول الدكمة بتاعتنا اهيه يبقى الجنب بتاعه حصله ايه اتقوى من تحت بلوح الزن اتقوى من فوق بلوح الايه بالايه بالدكمة بتاعتنا وبقى تمام التمام وكمان المنسوب بتاعي والمسافة بتاعتنا مزبوطة جدا عندنا اهي كويس ومزبوط عندي بالابقاء بتاعي موجودة اهو تسبت اهو ارفع عليك سنة بحيث يظهر التمرين بتاعك ماشي واللي عملناه هنا بالدكم هبدأ اعمله فين الناحية التانية بالدكم بتاعتي زي ما قويت الجنب ده اقول ايه اقول جنب التاني كويس بالدكم بتاعتنا كويس وقلنا الدكم دي من خشب الايه من خشب الا تزانة بكده التمرين بتاعي يعتبر اه تمام ويعتبر التمرين او المهمة بتاعتك انت قدتها تمام التمام ما فيهاش اي غلط ولا فيها اي مشكلة خالص والدنيا عندك مزبوطة تمام اه عايزين نرجع بقى نشوف هل فيه انواع تاني من الاعتاب غير العتب المستقيم ده انا دلوقتي عملت عتب مستقيم كويس يا استاذ العتب المستقيم اللي انت عملته ده هل هو بس اللي بيتعمل في المشاريع بتاعتنا وخلاص لا فيه انواع تاني وفيه تمرين تاني هو من الدهالي عايز اتعرف عليها وعايز اشوفها شكلها ايه ممكن النهاردة نشتغل نعرف ازاي نرسم نرسم التمرين بتاعنا اللي جاي او نشوف المهمة اللي هو هدهالي التانية ايه هي نبص مع بعض كده على الداتا بتاعتنا بص معايا كده هندسة على الداتا عشان نحاول نشتغل مع بعض هو بيقول لي عندك نيجي للشاشة نيجي للشاشة كده نبص بيقول لي هو آآ مديني آآ بيقول لي آآ عتب ايوة عتب زور افرافة ايه زور افرافة علوية بيقول لي عندك تدريب اسمه عتب زور افرافة ايه علوية نرجع للشاشة تاني عشان تشوف رسمة العتب كده وهنرسمها تاني مع بعض على الداتا بص كده العتب زور افرافة علوية شكله عامل ازاي عشان هنرسم العتبين زورة فرافة علوية وزورة فرافة سفلية عشان لو ما قدرناش ان احنا نكملهم النهاردة نكملهم امتى ان شاء الله في الحصة اللي جاي طيب رسمته احنا متعودين نرسم الافقي اهو ايدي الافقي بتاعنا اللي هو العتب زورة فرافة علوية ماشي وادي الايه الرأس بتاعنا بيكون ظاهر في مين الارتفاع كويس بتاعي بيبقى مش فيه اي مشكلة خالص بس بيكون ايه ظاهر فيه حاجة منقطة كده اللي هو الافرافة بتاعتنا العلوية كويس وبيجي يديني مقاستها بيقولي المسافة دي عاملة مثلا في حدود عشرة سنتي والمسافة اللي تحت دي في حدود تلاتين سنتي يبقى المسافة كلها كام اربعين سنتي طيب هنا نفس الكلام المسافة دي لما يجي بص عندي هيقولي المسافة دي القاع بتاعي بيكون تلاتين تلاتين يعني عشرين دي عشرين وديا عندي عشرة سنتي طيب يا استاذ انا عايز اشوف العتب ده كمسخة ايه كمسخة جانبي عشان اوضحه لك اكتر تعال نبص عليه كده الارتفاع بتاعي بيظهر مع مين في الجانبي مع ال ال الرأسي مع الرأسي كويس اهي ودي نهاية ادي العتب نفسه ودي الرفرفة اللي هي عملها دي العشرة سنتي كويس ظهر عندي اهي كويس بيقولي دي المسافة دي خمسة وعشرين سنتي زي ما عملنا العتب بتاعنا عادي خالص ودي عندي المسافة دي هو مدهالي كام مدهالي اللي عندك هتعملها يعني مثلا ممكن نعملها خمسة وعشرين او تلاتين او عشرين حسب منت مدهالك في المشروع بتاعك يبقى دي خمسة وعشرين ودي خمسة وعشرين ما فيش مشكلة اديالك دي خمسة وعشرين وقال لك دي خمسة وعشرين رفرفة بس ما فيش مشاكل قال لك دي خمسة وعشرين العتب بتاعي والرفرفة بتاعت العتب خمسة وثلاتين ما فيش اي مشكلة خالص يعني أنا عايزك اللي هتعمله في العشرة هتعمله في الخمستاشر هتعمله في الخمسة والتلاتين هتعمله في الايه هتعمله في الاربعين كرفرفة ما فيش اي مشكلة خالص بحيث ان انت ما تتعبش دماغك وما تتعبش نفسك دي رفرفة وخلاص يبقى الرفرفة بقى شكل لها شغل شغلنا وشغل الزاوية بتاعتها بشكلها على حسب ايه مية دهالي ما فيش اي مشكلة طيب خليك معايا كده قادي العتب بتاعي اهو هو قال لي الارتفاع ده بعد اذنك هيبقى عشرة سنتي الارتفاع ده هيبقى في حدود عشرة ايه عشرة سنتي حلو انا عايز اعمل الشدة بتاعتي عليه بتيجي امتى بقى تعمل ايه احنا تعلمنا هناك هنعمل التقفيصة او عملنا التقفيصة بتاعتنا ما فيش مشكلة لكن عايزك تتعلم هنا ازاي اعمل الجنب ده وازاي اعمل الجنب ده عرفنا هناك نعمل الجنب عادي ان انا باعمل الجنب ده عدل اهو وده لوح القاع طبعا زي محاضرتك عارف كويس وده الجنب بتاعي قال لي ارتفاعه كام ها قال برضو ارتفاعه اربعين يبقى ده لوح اتناشر سنتي ونص وتلتة لوح ايه ها رفع عليك تلتة لوح عشرات يبقى ده ايه ده الاربعين طيب تعالى للجنب ده هعمل هنا كام الارتفاع ده هيبقى تلتين صافي صافي كمعماري صافي يعني معماري يعني هيبقى معايا عامل تلتين سنتي تلتين ايه تلتين سنتي التلتين دي اجيبها ازاي عندي لوح قاع وعندي في تطريحة عندي في ايه لوح قاع وفي تطريحة هسبت عليها الجنب على طول اجي على الجنب اخده زي محاضرتك شايف كده لوح اتناشر ولوحين ايه ولوحين عشرات تمام برافو عليك اهو اهي كويس وسبته بالايه بالعرضة بحيث العرضة يا اما لها حالتين يتكون محكومة يتكون محكومة جدا يتكون ايه طيب لو محكومة لها حالة لو هي محكومة الجنب هيبقى محكومة التطريحة بتاعتي اه انا هاخد مسافة هنا عرق صنوعي عرق ايه عرق صنوعي عرق ايه العرضة بتاعتي الاول اخدها بحيث تنزل اتنين سنت ونص من فوق اتنين سنت ونص منين من فوق الاثنين سنت ونص دولة هندسة هعمل عليهم ايه هعمل تطبيق الايه تطبيق السقف ده اللي هي الحتة دي اللي هو مدهلي تلاتين خمسة وعشرين خمستاشر ايا كانت هو مدهلي مدهلي مثلا خمسة وعشرين زي ما عندنا ادي لوحين كان اتناشر سنت وايه اتناشر سنت ونص تقريبا كده هي وضحت الصورة معايا وضحت الصورة ازاي انها دلوقتي لو الجنب بتاعي جه على بداية الجنب ده على بداية الجنب يبقى الخمسة وعشرين دي دي خمسة وعشرين هسبت لوح عشرة هياخد معايا اتنين ونصهم ولوح عشرة هو هيدين لايه كمان لوح اتناشر هيبقى الخمسة وعشرين بقت صافي معايا خمسة وعشرين وام سبت عليها لوح الداير لوح اتناشر يديني مين يديني اتناشر سنتي اتنين سنت ونص من تحت هيتاكلوا هنا مع لوح القاع او لوح التطبيق بتاعي و 10 سنت اللي هي ارتفاع الاصلي بتاعي اللي هي 10 سنت كويس طيب يا استاذ انا هنا سبتت العرضة بتاعتي هسبت بقى ايه التطبيق ده على ايه باجي هنا على العرضة بتاعتي بنزل من العرضة 5 سنت ونص وانزل من ارتفاع الجنب كله عشان هسبت العرق بتاعي بسبت ايه العرق اسمه عرق ايه عرق صناعي برافو عليك بسبت عرق صناعي زي ما عملناه هناك بس عملناه اسمه لوح مرايا ولوح المرايا ده كان ملوش مقاس او بنعمله بحيث نقوي عليه الجنب وخلاص طب انا سبتت العرق ده على منسوب كم من ارتفاع الجنب من اقصر ارتفاع الجنب لغاية العرق ب7 سنت ونص 2 سنت ونص منهم بيكون لوح لتزنة اللي هو لوح تطبيق تطبيق وخمسة سنت بيكونوا ايه بيكونوا عندي تطريح تطريح كويس خمسة سنت تطريح بتيجي بقى حضرتك تاخد الجنب بتاعك او تاخد التطريحة بتاعتك ايه حلو بتديني لخمسة سنت وتطبق عليها عادي خلاص التطبيق بتاعك حلو المسافة بتاعتك وترفع لوح الداير بتاعك وتنزل بقى ادي القايم بتاعي وهنا عرق شايل التطريحة وصاد العرق ده بيكون موزون على العرق ده يبقى انا لما ثبت الجنب ااخد على العرق دوت بالمسافة المطلوبة بتاعتي وياجي ااخد العرق وصاد منه بالزبط اللي هو العرق الايه العرق المسكي وبوزن العرق المسكي ده على العرق الايه العرق العرق اللي تزانة ده اللي هو عرق صناعي صناعي وبأكد على كلمة عرق صناعي وده عرق موسكي عرق ايه عرق موسكي ماشي هندسة واضحة العملية يبقى ده على الجنب ده اسمه عرق صناعي بسمينا عرق صناعي ليه هندسة عشان انا بقول الحاجة اللي بتثبت عرق يعني بقول عليها عرق بيبقى لها منسوب معين او منسوب محدد هيتثبت عليه ايه تطريح هيتثبت عليه تطريح اسمه عرق اهو العرق ده ده اسمه عرق منسوب ليه منسوب وهيتثبت عليه تطريح ده اسمه عرق ومعروف كده واحنا يسا معرفينها دلوقتي وعرفناها في سنة اقول الكلام ده طيب هندسة ده سميته عرق بس مش عرق ايه مش عرق موسك عرق صناعي اسمه عرق صناعي لانه مش موسك لانه ايه مش موسك خلاص يبقى الفرق بين العرق الصناعي والعرق الموسكي اللي هو العرق الموسكي بيبقى ليه منسوب معين بتثبت عليه التطريح اما العرق الصناعي بيكون من اللتزانة وبيتثبت برضو عليه الايه التطريح بتاعت الرفرفة بتاعتنا وبيبدأ بعد اما ثبت الايه التطريح بتاعتي اللي هي دي حلو بابدأ اطبق عليها التطبيق بتاعي زي ما حدك شايف كده بعد ما ثبتنا التطبيق بالمسافة المعلومة بتاعتنا المسافة المعلومة بتاعتنا حلو بسبت حاجة اسمها لوح ايه لوح داير لوح ايه يا رجالة لوح داير برافع عليك لوح داير اللوح الداير ده بيكون ارتفاعه كام زي ما قلنا دي عشرة سنتي المسافة دي عشرة سنتي يبقى بسبت لوح اتناشر أثبته على طول على مين أثبته على التطريح بتاعتنا يبقى بيأكل 2.5 سنة من هنا اللي هي التطبيق بتاعنا وبيديني النهاية فين العشرة سنة اللي فضلة عندنا طيب هندسة يعني احنا عرفنا تقوية الجنب ده ايه وتقوية ال ايه الداير ده ازاي انا هسيبه كده وخلاص بسمره بمسمار في من تحت كده وقديله حاجة اسمها لوح زن من تحت زيه زي الآيه زيه زي الجنب بالزبط كويس بعد ما اديته لوح زن من هنا زن اللوح بتاعي من هنا ابدأ بقى اديله ايه حاجة اسمها ها شكال يسبت معايا على التطريح على طول اسبته واسمره على التطريح على طول ماشي بسمره على التطريح وابدأ احرك الجنب بسمر من هنا الاول وابدأ احرك الجنب يمين او شمال واوزن الجنب بتاعي واشدله خيط من الاول للاخر من الاول الايه من الاول الجنب اهو اشدله خيط كده بحيث ازبط الجنب بتاعي على استقامة واحدة واول ما لايق الجنب بتاعي الرأسية بتاعته مزبوطة ومزبوط عندي ابدأ اسبت الايه اسبت الشكال ده من هنا بالمسمار طيب ناقص عندي ايه ناقص عندي الجنب بتاعي اقويته من تحت بمين بالايه بالوح الزن من هنا وزي ما عملت في التمرين اللي فات الجنب الخارجي اهو زيه زي الجنب الايه التاني بالزبط وتقويته يبقى دي عندي اربع تلواح لوحين لوح عشرة اه تلتة لوح عشرة ولوح كام ولوح اتماشر سانت ونص بدي العرضة ممسكين طبعا بالعرضة او متسبتين بالعرضة وراها لوح الايه لوح الزن بتاعنا اهو حلو كده وهنا بيقول لي عندي لوح اسمه على العرضة اسمه لوح ايه لوح مراية بقوم مسبته كده طبعا دي التطريح هماشي لغاية الاخر بسبته كده بالايه بالدكمة وسبته على الايه العرق الموسكي او لوح موسكي في الايه في الايه الايه بتاعي بكده يبقى انا وصلت ان انا اعرفت ارسم ازاي كمان اه العتب زرافرفة علوية وابدأ ان انا اه اشغل العتب زرافرفة علوية ازاي وعملنا التطريح بتاعته ورسمناها وكمان رسمناه معماري بحيث لو جالك المعماري بتاعك بتاعف ترسمه وحد او هيجيلك في سنة تالتة يقولك ارسم اه مثلا العتب زرافرفة علوية معماري وبتشتغل به تشتغله ازاي وبتعمله التقفيصة بتاعته ازاي احنا هنشتغل التقفيصة بس الاول عايزين نشرح العتب زرافرفة اللي هو التمرين اللي جاي اللي بعديه تعالى نبص عليه كده بحيث ان احنا نقدر ان احنا نشتغل على طول وما نتعطلش التمرينين نشتغلهم مع بعض اه جايب لي تمرين عتب زرافرفة ايه زرافرفة تعالى كده بص على الشاشة معايا بقول لي التمرين اللي بعد كده عتب زرافرفة ايه رفرفة سفلية يبقى احنا عرفنا العتب زرافرفة علوية ورسمناه وعرفنا المعماري بتاعه تعالى نبص على العتب التاني بتاعي ماشي هندسة عشان انت مبصتش اول معايا على الشاشة فهنقل معاك على طول على الداتا بتاعتنا فبص كده ايه واب رفع عليك خليك معايا ده المسخة الرأسي بتاع العتب وده المسخة الجانبي بتاع بس هنا بقى في المسخة الرأسي الرفرفرفة بتاعتنا فين منين ايه ومن تحت هنا رفرفة من اسفل فبالتالي هيجي لي يقول لي ايه دي العتب بتاعي المسخة الجانبي بتاعي هيظهر كده اهو الارتفاع واد العتب واد ال ايه الرفرفة حلو مختلف شوية عن التاني بس هو هو نفس الشغل بس فيه نقطة بسيطة جدا هنا هبدأ اقولك تعمل فيها ايه المسافة بتاعته ده المسخة الرأسي المسخة الرأسي بتاعي المسافة بتاعتي دي كام وليكن هو مديني المسافات اتنين متر اتنين متر والمسافة دي خمسة وعشرين والمسافة دي كام وليكن خمسة وعشرين برضو او عشرين او اتناشر سنتي ونص اتناشر سنتي ونص ايا كانت مش هتفرق معايا طالما عرفت اعمل شغل بتاعي في الاول يبقى هقدر اعمل دي كمان نفس القصة عملت القاع بتاعي هي بتمشي زيها زي الايه زي القاع عادي خالص ولكن هنا الموضوع كله بيبقى فين في الجزء ده ازاي اعمله يبقى ازا ظهر عندي هنا المسافة دي برضو كام الارتفاع بتاعي بيقول لي في حدود اربعين سنتي اربعين سنتي منهم كام منهم عشرة سنتي رفرفة سفلية طيب تعال هندسة نقدر نشغله التمرين ده نقدر نشغله ما نشغلوش ليه بص كده اهو ادي عندي العتب عادي وهو اعمله هنا رفرف الرفرفة دي ارتفاعها كام يا هندسة هو عايزها ارتفاعها عشر فيش مشكلة طيب المسافة دي كام خمسة وإيه خمسة وعشرين الخمسة وعشرين وده الارتفاع كام هو الاربعين ماشي انت بتمشي تابع هو يعني تابع الرسم ما فيش اي مشكلة طيب المسافة دي عشرة يبقى اذا المسافة دي بقت كام ايوه بقت كام تلاتين تعال نمسكها واحدة واحدة كده من البداية من اسفل اسفل يعني الشغل اللي عندي ده ما فيش اي مشاكل خالص بيكون عندي مين عندي التطريح طيب احنا هنجيبها من التطريحة عشان نفهم الامور كلها واحدة واحدة مع بعض تطريحة دي طبعا بتكون متشال على مين على العرق بتاعي ميش اي مشكلة طيب تمام كده وهنبدأ ان احنا نقول عندي هنا بعمل لوح زي لوح القاع بالزبط جدا جدا بالمسافة المطلوبة اللي هي مسافة دي والمسافة دي وان شاء الله نبقى الحصة الجاية ان شاء الله عشان وقتنا انتهى نكمل الشغل بتاعنا دوت ونشتغل مع بعض عملي بس يخليكم معنا وتابعونا على القناة بتاعتنا كان معكم محمود لطفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة